جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ما المقصود بفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال في هذا الدعاء اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن هم الذين سيتعرضون لتلك الفتن وهل الدعاء بها في الصلاة السنة وفي أي موضع من الصلاة يكون ذلك أفيدونا لذاكم الله خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح استعيدوا بالله من أربع من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فيستحب الدعاء بهذه الدعوات النبوية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك في التشاهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام هذا هو موضعه والمراد بفتنة المحيا الفتنة التي يتعرض لها الإنسان في حياته فإن الإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتن الفتن المضلة التي تصده عن سبيل الله وقد تخرجه من دينه قد تنقص عليه دينه أو تشوش عليه دينه فهو معرض للفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات والعيال لله وهي أشر على عاصمة للمسلم من هذه الفتن إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بأن يكرر هذا الدعاء في كل صلاة وأما فتنة الممات فإن الإنسان يفتن عند موته إذا احتضر فإن الشيطان يحضر عنده ويعرض عليه الرجوع عن دينه ويعرض عليه الأديان الكافرة فهو على خطر عند موته من أن يختم له بخاتمة السوء وأن يموت على الكبر والعياذ بالله كما جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل جنة الأعمال بالخواتيم خواتيم عليها مدار عظيم فعلى المسلم أن يسأل الله حسن الخاتمة والموت على الإسلام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه هي فتنة الممات والله أعلم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ويدخل في فتنة الممات أيضا فتنة القبر وأن الإنسان إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيجلسانه وتعاد روحه في جسده فيقولان له من ربك وما دينك وما النبي فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فينادي منادنا صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة ويوسعوا عليه في قبره مد بصره فيأتيه من روح الجنة وريحها وينظر إلى منازله في الجنة فيقول يا ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وأما المنافق والمرتاب فيقول هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال لا دريت ولا تلي وينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من سموم النار ومن عذابها ويقول يا ربي لا تقم الساعة فهذا أيضا والله أعلم يدخل أيضا في فتنة الممات جزاكم الله خير وأحسن إليكم يسأل شيء صالح لو تكرمتم من هم الذين سيتعرضون كل معرض إلى هذه الفتنة كل معرض إلى فتنة الحياة المحيا والممات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير في أي موضع ندعو بهذا الدعاء في الصلاة قلنا إنه في التشاهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام